أخونا ركان النصف الله يطول بعمره ويخليه للجنة الإسكانية يبرر سبب عدم إنجاز المشاريع الإسكانية ويعلل بذلك أن النفط هو الدخل الوحيد الدخل الأوحد للميزانية يا أخي ركان يا حبيبي يا بعد قلبي كلامك هذا يدل على فشل الحكومة والمجلس على توفير إرادات أخرى للدولة والمفترض أنكم تسعون مع الحكومة حك شنو على توفير إرادات بدلا من اعتمادنا على النفط إذا كانت مشكلتك أخوي ركان الفلوس أعطيك حلو اتعرف قسائم لشويخ والري والفحير واليواخير والمزارع واسعارها كم اسعارها؟ 200 فس للمتر مربع بالسنة يعني الـ 1200 دينار و20 فلس لبعض القسائم و50 فلس لبعض القسائم للمتر مربع بالسنة وهذا ظلم؟ إيش رايك تشرع قانون ترفع قيمة الإجارات في المناطق الخدمية إلى 10 دلانين المتر مربع بالشهر وليس بالسنة وشوفوا الإرادات العائدة للدولة ونحط عليها ضرائب تقدر تشرع هذا القانون يا معالي راكان ولا يزعلون منك تجار العقار لو استطعت أن تطبق قانون رفع الإجارات لأملاك الدولة فعن طريق هذه الإرادات نستطيع أن نبني مدن سكنية بلاش إذا كنت تقصد أننا دولة صغيرة وفقيرة مالياً أعطيك حال ثانية معالي النائب الكريم في قطاع بيع العقارات الاستثماري والسكني قيمة المبيعات توصل لأكثر من ثلاث مليارات دينار خنحط ضريبة بعشر من عشر بالمية ورح تصل نسبة الإرادات لأكثر من ثلاثمائة مليون دينار إن وقفة راح أقل إسكان تقدر يا بعد قلبي يا راكان تقدر يا راكان تلغي رسوم غرفة التجارة على كل تجار الكويت أو أنك تجبر الغرفة أن رسومها تروح للرعاية السكنية يا راكان أعطيك اقتراح أخير إذا كانت مشكلتنا الفلوس يا راكان ضع ضريبة على مداخل أصحاب المليارات وتكون العائد السنوي عائد ضخم عائد مالي ضخم جدا نحل فيها من كثير من المشاكل ويكون عائد للدولة يا راكان أو نحط ضريبة على أصحاب المناقصات المليارية حتى تكون عائد للدولة يا راكان بهذه الطريقة يا راكان يصبح هناك إيراد يا راكان ضخم للدولة بدل أن تذهب في مصالح التجار يا راكان عطيتك الحلول يا معالي النائب الكريم يا راكان لكن الكويت ما هي فقيرة يا راكان يا معالي النائب وقبل الختام يا راكان بدل ما تلمع مؤسسة الرعاية السكنية وفشلها في توفير المنازل ومساكن اسأل المدير الرعاية السكنية عن مخالفات المقاولين وعن تأخير المشاريع يا راكان للأسف يا معالي راكان يا محام الرعاية السكنية قلتوا أنكم وزعتوا 12 ألف وحدة سكنية لكن وزعتوا الحقيقة هي كلها على المخططات يا راكان والخافي أعظم يا راكان مسكين المواطن يا راكان تجار المال السياسي وموظفينهم يا راكان بمجلس الأمة تحافظ على مصالح أهل المصالح يا راكان عدل يا راكان ولا أنا غلط يا راكان ادعو الله أن يحفظ لكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال أعزائي المشاهدين